المجمومات الأسئلة الثانية اللي هي ماذا يحدث في حالة ما إذا كان كذا مثلا أو من نتائج المجرد على كذا مثلا فحنشوف الأسئلة دي أول حاجة ماذا يحدث في حالة تعرض حياة الكائنات الحية للتهديد المستمر تعيش الكائنات الحية في صراع دائم مع ما يهدد حياتها من أخطار مما يجعلها تطور من آليات الدفاع عن نفسها من عجل البقاء ومن هذه الآليات تغيير لون الجسم بغرض التمويه وإفراز السموم لقتل الكائن الآخر الجري للهروب من العدو بعد كده عندنا ماذا يحدث في غياب الأشواك من نبات التينيشوكي سيتعرض نبات التينيشوكي للأكل من حيوانات المرأة بعد كده ماذا يحدث عند قطع في جزء من النبات قد يلقى النبات لتكوين الفلين لعدل المناطق النباتية التي تعرضت للقطع أو التمزق أو قد يفرز مادة السمغ حول مواضع القطع مما يمنع دخول الكائنات الممرضة للنبات ماذا يحدث عند تعرض الجهاز الوعائي في النبات للقطعة أو الغزو من الكائنات الممرضة أو ماذا يحدث عند غزو الكائنات الممرضة للجهاز الوعائي للنبات هنقول تتكون التيلوزات فتعيق حركة الكائنات الممرضة إلى الأجزاء الأخرى في النبات طيب ماذا يحدث عند إصابة النباتات ببكتيريا سامة تقوم النباتات بإفراد مركبات كميائية سامة مثل الفينولات والجلوكوزيدات التي تقتل البكتيريا أو تصبت نموها أو قد يتم تحفيز النباتات لتكوين بروتينات لها القدرة على التفاعل مع السمومة التي تفرزها هذه البكتيريا وتبطل سميتها وتحولها إلى مركبات غير سامة للنبات مثل إنزيمات نزع السمية طيب ماذا تسند نقص إفراز هرمون التايموسين للإنسان يؤثر ذلك بالسلب على مناعة الإنسان حيث تقل عمليات نطق الخلايا الليمفوية الجزعية إلى الخلايا التائية خاصة وتمايزها إلى أنواعها المختلفة اللي هي T-HTC و T-S داخل الغدة التايموسية ماذا تسند استئصال اللوزيتين في الأطفال تقل درجة مناعة الجسم قد تنجح الميكروبات الموجودة بالطعام والهواء في دخول الجسم طيب ماذا يحدث عند استئصال التحالف من الجسم تقل درجة مناعة الجسم حيث تقل قدرة الجسم على التقاط الميكروبات أو الأجسام الغريبة وكذلك تقل القدرة على التخلص من الخلايا الجسدية الهرمة المسنة ككرات الدم الحمراء المسنة وذلك نتيجة نقص الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا الليمفوية التي توجد في التحالف غياب العقد الليمفوية من الجسم ماذا يحدث تقل الخلايا الليمفوية البائية والتائية والخلايا البلعمية الكبيرة وبعض أنواع من خلايا الدم البيضاء الأخرى فتزيد الميكروبات وحطام الخلايا ويصاب الجسم بالأمراض لما يدخل العقد الليمفوية هي تصفيه تصفي الدم وبتنطفه تناقص أعداد الخلايا التائية المساعدة TH ماذا يحدث؟ يقل إنتاج الخلايا البائية بالأجسام المضادة ويقل تنشيط الأنواع الأخرى من الخلايا التائية مما يقلل من استجابتها المناعية طيب غياب الخلايا البلعمية الكبيرة يبقى تزداد الميكروبات والأجسام الغريبة والخلايا الجسدية الهارمة المسنة ككوريات الدم الحمراء المسنة وبالتالي لن يستطيع الجسم التخلص منها مما يؤدي إلى إصابة الجسم بالأمراض طيب متعدد من خلايا الدم الحمراء ماذا يحدث؟ تقوم الخلايا البلعمية الكبيرة بالتهم هذه الخلايا المميتة وتفتتها إلى مكوناتها الأولية ليتخلص منها الجسم طيب غير